حدثناه شيم بن بشير حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيعة ابنة الحريث وضعت بعد وفة زوجها بعشرين ليلة أو نحو ذلك وأرادت التزويج فقال لها أبو السنابل ليس لك ذلك حتى يأتي عليك آخر الأجلين فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تزوجوا إذا شاءت حثنا سفيان بن عيينة عن أبن أبي نجيح عن أبيه عن عبيدي بن عمير عن أم سلمة قالت لما مات أبو سلمة قلت غريب ومات بأرض غربة فأفضت بكا فجاءت امرأة تريد أن تسعدني من الصعيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدين أن تدخل الشيطان بيتا قد أخرجه الله عز وجل منه قالت فلم أبكي عليه حثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة تذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحدى كن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه حثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد سمع سعيد بن المسيبي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا دخلت العشر فأراد رجل أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره حثنا سفيان بن عيينة عن أبن سوقة عن نفعي بن جبير عن أم سلمة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الذي يخسف بهم فقالت أم سلمة لعل فيهم المكره فقال إنهم يبعثون على نياتهم حثنا سفيان عن عمار يعني الدهنية سمع أبا سلمة يخبر عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوائم من بر رواتب في الجنة حثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد يعني المقبورية عن عبد الله بن رافع وهو مولى أم سلمة كذا قال سفيان أنها قالت يا رسول الله أني امرأة أشد ضفر رأسي قال يجزئك أن تصبي عليه الماء ثلاثا حثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال قالت أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه حثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال سئلت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أعجب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما دام عليه وإن قل حثنا محمد بن فضيل حدثنا الحسن بن عبيد الله عن هنيدة الخزاعي عن أمه قالت دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيامين من كل شهر أولها الاثنين الجمعة والخميس حثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي بكري بن عبد الرحمني بن الحارثي بن هشامين قال دخلت أنا وأبي على عائشة وأم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وهو جنوب ثم يصوم حثنا أبن أبي عادي عن أبن عوين عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت ما نسيت قوله يوم الخندق وهو يعاطيهم اللبان وقد أغبر شعر صدره وهو يقول اللهم إن الخير خير الآخر فاغفر للأنصار والمهاجر قال فرأ عمارا فقال ويحه ابن السومية تقتله الفئة الباغية قال فذكرته لمحمد يعني ابن سرين فقالا عن أمه قلت نعم أما إنها كانت تخالطها تليج عليها حثنا محمد بن أبي عادي عن سعيد عن قتادة عن سافينة مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يلججها في صدره وما يفيص بها لسانه حثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي مالك عن سمي وعبد ربه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماعا غير احتلمين ثم يصوم وفي حديث عبد ربه في رمضان حثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن زينب أبنة أم سلمة عن أم سلمة أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة يقرأ بالطور حثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن مقسمين عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطير بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلمين ولا بكلامين حثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله أبن القبطية قال دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة فسألاها عن الجيش الذي يخسف به وكان ذلك في أيام أبن الزبير فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعود عائذ بالحجر فيبعث الله جيشا فإذا كانوا ببيداء من الأرض خصفا بهم فقلت يا رسول الله فكيف بمن أخرج كارها قال يخسف به معهم ولكنه يبعث علنيته يوم القيامة فذكرت ذلك لأبي جعفر فقالا هي بيداء المدينة حتنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أمي ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قالت كنت أجر ذيلي فأمر بالمكان القذري والمكان الطيب فدخلت على أم سلمة فسألتها عن ذلك فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يطهرهما بعده حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت دخل عليها عبد الرحمن بن عوف قال فقالا يا أمه قد خفت أن يهلكني كثرة مالي أنا أكثر قريش ولم قالت يا بني فأنفق فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه فخرج فلقي عمره فأخبره فجاء عمره فدخل عليها فقالا لها بالله منهم أنا فقالت لا ولم أبلي أحدا بعدك حان أبو معاوية تحدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث وعندها أخوها عبد الله بن أبي أمية والمخنث يقول لعبد الله يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائفة غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثماء قال فسامعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا لأم سلمة لا يدخل أن هذا عليك حثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أنا بشر أقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هو نار فلا يأخذه حثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافية معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة حثنا أبو معاوية تحدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل لك في أختي قال فأصنع بها ماذا قالت تزوجها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحبين ذلك فقالت نعم لست لك بمخلية وأحق من شركني في خير أختي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي قالت فوالله لقد بلغني أنك تخطب درة أبنة أم سلمة بنت أبي سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت تحل لي لما تزوجتها قد أرضعتني وأباها ثويبة مولاة بني هاشيمين فلا تعرضنا علي أخواتكن ولا بناتكن حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث يعني ابن سعد سعد عن هشامي بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هلاك في أختي فذكر الحديث حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيانة قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تزوج أختي فذكر الحديث حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبري أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة ابنت أبي سفيانة أخبرتها أنها قالت يا رسول الله أنكح أختي فذكر الحديث قال أبي ووافقه ابن أخي الزهري وقال عقيل إن أم حبيبة قالت حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات فقال قولي اللهم أغفر لي وله وأعقبني منه عقب حسنة قالت فقلت فأعقبني الله عز وجل ما هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم حسن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنتي أم سلمة عن أم سلمة أنها كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد من الجنابة وكان يقبلها وهو صائم حسن إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء حسن يحيى بن سعيد عن طلحة ابني يحيى قال حدثني عبد الله بن فروخة أنا امرأة سألت أم سلمة فقالت إن زوجي يقبلني وهو صائم وأنا صائمة فما ترينا فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة حسن يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بنتي أم سلمة عن أمها أن امرأة توأ في زوجها فاشتكت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا الكحل قالوا نخاف على عينها قالا قد كانت أحدى كنت تمكث في بيتها في شر أحلاسها أوي في أحلاسها في ستر بيتها حولا فإذا مر بها كلب رمت ببعرة أفل أربعة أشهر وعشرا حسن يحيى بن سعيد عن جعفار بن محمد قال حدثني أبي عن علي بن حسين عن زينب أبنتي أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء حسن يحيى بن سعيد عن هشامين قال أخبراني أبي عن زينب أبنتي أم سلمة عن أم سلمة قالت قالت أم سليمين يا رسول الله أن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا أحتلمت قال نعم إذا رأت الماء فضحكت أم سلمة قالت أتحتلم المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد حسن يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك ابن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيامين وقال إنه ليس بك على أهلك هوان وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنساء حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثابت بن عمارة قال حدثتني ريطة عن كبشة ابنتي أبي مريم قالت قلت لأم سلمة أخبريني منها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله قالت نهانة أن نعجمن وطبخا وأن نخلط الزبيب والتمر حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثني عمار الدهني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوائم المنبغي رواتب في الجنة حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة وسمعته أنا من عثمان بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر قال حدثني مساور الحميري عن أمه قالت سمعت أم سلمة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان عن عطاء ابن أبي رباح قال حدثني من سمع أم سلمة تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة فدخلت بها عليه فقالا لها ادعي زوجك وابنيك قالت فجاء علي والحسين والحسن فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة له على دكاء تحته كساء له خيبري قالت وأنا أصلي في الحجرة فأنزل الله عز وجل هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قالت فأخذ فضل الكساء فغشاهم به به ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطيرا قالت فأدخلت رأسي البيت فقلت وأنا معكم يا رسول الله قال إنك إلى خير إنك إلى خير قال عبد الملك وحدثني أبو ليلى عن أم سلمة مثل حديث عطاء سواء قال عبد الملك وحدثني داود بن أبي عوف أبو الحجافي عن شهري بن حوشب عن أم سلمة بمثله سواء حثن أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب أبنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله هل من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا وهكذا إنما هم بني قال نعم فيهم أجر ما أنفقت عليهم حثن أبن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرأة تهرى قدم فقال تنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل وتستثفر ثم تصلي حثن أبن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت قلت فكيف بالنساء يا رسول الله قال ترخين شبرا قلت إذن ينكشف عنهن قال فذراع ليزدنا عليه حثن أبو أسامة قال أخبرنا هشام يعني ابن عروة عن عوفي بن الحارثي بن الطفيل عن رميثة أم عبد الله بن محمد بن أبي عتيق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلمني صواحبي أن أكلم رسول الله أن يأمر الناس فيهدون له حيث كان فإنهم يتحرون بهديته يوم عائشة وإن نحب الخير كما تحبه عائشة فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صواحبي كلمنني أن أكلمك لتأمر الناس أن يهدوا لك حيث كنت فإن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنما نحب الخير كما تحب عائشة قالت فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجعني فجاءني صواحبي فأخبرتهن أنه أنه لم يكلمني فقلن لا تدعيه وما هذا حين تدعيناه قالت ثم دار فكلمته فقلت إن صواحبي قد أمرني أن أكلمك تأمر الناس فليهدوا لك حيث كنت فقالت له مثل تلك المقالة مرتين أو ثلاثا كل ذلك يسكت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فأنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في بيتي امرأة من نساء غير عائشة فقالت أعوذ بالله أن أسوأك في عائشة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن عوفي بن الحارث عن أخته رميثة ابنة الحارث عن أم سلمة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لها إن الناس يتحرون بهداياهم فذكر معناه حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك يعني ابن عمير عن ربعي بن حراش عن أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساهم الوجه قالت فحسبت أن ذلك من وجع فقلت يا نبي الله ما لاك ساهم الوجه قال من أجل الدنانير السبعة التي أتتنا أمسي أمسينا وهي في خصم الفراش حثنا يعلى قال حدثنا محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله ما هذه الصلاة ما كنت تصليها قال قدم وفد بن تميمين فحبسوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر حدثنا قران بن تمامين أبو تمامين الأسدي قال حدثنا محمد بن أبي حميد عن المطالب بن عبد الله المخزومي قال دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا بني ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى يا أمه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق على أبنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليه حتى يغنيهما الله من فضله عز وجل أو يكفيهما كانتا له سترا من النار حدثنا وكيع حدثنا أبي عن منصور عن سلم بن أبي الجعدي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ورمضان حتى ناوكيع قال حدثنا هارون النحوي عن ثابت البناني عن شهري بن حوشب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها أنه عمل غير صالح حتى ناوكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهري بن حوشب عن أم سلمة حتى ناوكيع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك حتى ناوكيع حدثنا القاسم بن الفضل عن أبي جعفر محمد بن علي عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف حتى ناوكيع حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن مولا لأم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الفجر اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا حتى ناوكيع وعبد الرحمن عن سفيانا عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن وهب مول أبي أحمد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ولم تختمل فقال لية لا ليتين حتى ناوكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن قيسين عن أمه عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر فقال بيده هكذا قال فرجع قال فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا قال فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهن أغلب حتى ناوكيع قال حدثني عبد الله بن سعيد عن أبيه عن عائشة أو أم سلمة قال وكيع شكه ويعني عبد الله بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحداهما لقد دخل علي البيت فملك لم يدخل علي قبلها فقال لي أن أبنك هذا حسين مقتول وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها قال فأخرج تربة حمراء حتى نا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد يعني ابن عمر وعن أبي سلمة عن أم سلمة قالت حدث وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب قالت فانت سالة فقال أنوفي استقلت يا رسول الله وجدت ما تجد النساء قال ذاك ما كتب على بنات آدم قالت فانطلقت فأصلحت من شأني فاستثفرت بثوب ثم جئت فدخلت معه في لحافه حثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني ليث بن سعد قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك قال سألت أم سلمة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وقراءته فقالت ما لكم ولصلاته ولقراءته كان يصلي قدر ما ينام وينام قدر ما يصلي وإذا هي طلعت قراءة مفسرة حرفا حرفا حتنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شاريك بن عبد الله عن جامعي بن أبي راشد عن منذر الثوري عن الحسن بن محمد قال حدثتني امرأة من الأنصار هي حية اليوم إن شئت أدخلتك عليها قلت لحدثني قالت دخلت على أم سلمة فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه غضبان فاستترت منه بكم درعي فتكلم بكلمين لم أفهمه فقلت يا أم المؤمنين كأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وهو غضبان فقالت نعم أوما سمعت ما قال قلت وما قال قالت قالا إن الشر إذا فشى في الأرض فلم يتناها عنه أرسل الله عز وجل بأسه على أهل الأرض قالت قلت يا رسول الله وفيهم الصالحون قالت قال نعم وفيهم الصالحون يصيبهم ما أصاب الناس الناس ثم يقبضهم الله عز وجل إلى مغفرته وردوانه أو إلى ردوانه ومغفرته حثنا يزيد حدثنا هشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محصي عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ستكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكرا فقد بريء ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا لكم الخمسة حثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال حدثني أبن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة فقالت يا رسول الله إنه ليس أحد من أولياء تعني شهدا فقال إنه ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت يا عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فقالا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني لا أنقصك مما أعطيت أخواتك رحيين وجرة ومرفقة من أدمين حشو هليف فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها ليدخل بها بها فإذا رأته أخذت زينب أبنتها فجعلتها في حجرها فينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلي مذلك عمار بن ياسر وكان أخاها من الرضاعة فأتاها وقال أين هذه المشقوحة المقبوحة التي قد آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها فذهب بها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فجعل يضرب ببصره في نواحي البيت فقال ما فعلت زناب فقالت جاء عمار فأخذها فذهب بها فدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن شئت سبعت لك سبعة وإن سبعت لك سبعة لنسائي حثنا محمد بن أبي عادي عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة يحدثني ذلك جميعا عنها قالت كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مساء يوم النحر قالت فصار إلي قالت فدخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي وهبا هل أفضت بعد أبا عبد الله قال لا والله يا رسول الله قال إنزه عنك القميص قال فنازعه من رأسه ونازع صاحبه قميصه من رأسه ثم قالوا ولما يا رسول الله قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا من النساء إذا أنتم أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت عدتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به قال محمد قال أبو عبيدة وحدثتني أم قيص أبنة محساء وكانت جارة لهم قالت خرج من عندي عكاشة بن محساء في نفر من بني أسد متقمصين عشية يوم النحر ثم رجعوا إلي عشاء قمصهم على أيديهم يحملونها قالت فقلت أي عكاشة مالاكم خرجتم متقمصين ثم رجعتم وقمصكم على أيديكم تحملونها فقال أخبرتنا أم قيص كان هذا يوما قد رخص لنا فيه إذا نحن رامينا الجمرة حللنا من كل ما حرمنا منه إلا ما كان من النساء حتى نطوف بالبيت فإذا أمسينا ولم نطف به صرنا حرما كهيئتنا قبل أن نرمي الجمرة حتى نطوف به ولم نطف فجعلنا قمصنا كما ترينه حثنا يزيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذيول النساء شبر قلت إذن تبدو أقدامهن يا رسول الله قال فذراع لا تزدنا عليه حثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا موسى يعني ابن علي عن أبيه عن أبي قيس قال أرسلني عبد الله بن عمر إلى أم سلمة أسألها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقبل وهو صائم فإن قالت لا فقل لها إن عائشة تخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم قال فسألها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقبل وهو صائم قالت لا قلت إن عائشة تخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل وهو صائم قالت لعله إياها إياها كان لا يتمالك عنها حبا أما إيايا فلا حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى قال سمعت أبي يقول حدثني أبو قيس مولى عمري بن العاص قال بعثني عبد الله بن عمري بن العاص إلى أم سلمة فذكر معناه حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن عثمان بن عبد الله قال دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب أحمر بالحناء والكتمي حدثنا سيار قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان قال حدثنا المغيرة بن حبيب ختن مالك بن دينار قال حدثني شيخ من المدينة عن أم سلمة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلحي لنا المجلس فإنه ينزل ملك إلى الأرض لم ينزل إليها قط حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري أن نبهان حدثه أن أم سلمة حدثته قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة فأقبل ابن أم مكتومين حتى دخل عليه وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احتاجب منه فقلنا يا رسول الله أليس أعمل يبصرنا ولا يعرفنا قال أفعم يا واني أنتما لستما تبصرانه حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن صفيانة عن حبيب عن وهب مول أبي أحمد عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لية لا ليتين حثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مخضوبا بالحناء والكتم حثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن أبي المعدل عطية للطفاوي عن أبيه أن أم سلمة حدثته قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في بيت يوم إذ قالت الخادم إن علي وفاطمة بالسدة قالت فقال لي قوني فتنحيلي عن أهل بيتي قالت فقمت فتنحيت في البيت قريبا فدخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين وهما صبيان صغيران فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهما قال واعتنق علي بأحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى فقبل فاطمة وقبل عليا فأغدف عليهم خميصة سوداء فقال اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي قالت فقلت وأنا يا رسول الله فقال وأنت حسنا أبو كامل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبن شيهاب عن هندي بنت الحارث عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم حسنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين حدثني عمر وعن أبي السمح عن أسائب مولى أم سلمة عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزارية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة ابن ذئي بن عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبيعه البصر فضجنس من أهله فقال لا تدعو على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم أغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم أفسح في قبره ونور له فيه حدثنا أبو قطئ حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق عن أبيه عن الأسود عن أم سلمة قالت ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته جالسا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن هندي بنت الحريث قال الزهري وكان لهند أزرار في كمها عن أم سلمة قالت أستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو يقول لا إلها إلا الله ما فتح الليلة من الخزائن لا إلها إلا الله ما أنزل الليلة من الفتنة من يقض صواحب الحجر يا رب كاسيات في الدنيا عريات في الآخرة حدثنا أبو عامر حدثنا أفلح بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن رافع قال كانت أم سلمة تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهي تمتشط أيها الناس فقالت لماشطتها لف في رأسي قالت فقالت فديتك إنما يقول أيها الناس قلت ويحك أولسنا من الناس فلفت رأسها وقامت في حجرتها فسامعته يقول أيها الناس بينما أنا على الحوض جيء بكم زمرا فتفرقت بكم أطرق فنديتكم ألا هلم إلى الطريق فنداني مناد من بعدي فقال إنهم قد بدلوا بعدك فقلت ألا سحقا ألا سحقا حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال حدثنا أبن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قال عبد الرزاق قال عبد الله بن أبي مليكة أخبرني على ابن مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان يصلي العشاء الآخرة ثم يسبح ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى ثم يستيقظ من نومته تلك فيصلي مثل ما نام وصلاته الآخرة تكون إلى الصبح حان حجاج حدثنا ليث بن سعد المصري قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم أنه قال حججت مع موالية فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أعتمر قبلا أن أحج قالت إن شئت أعتمر قبل أن تحج وإن شئت بعد أن تحج قال فقلت إنهم يقولون من كان صرورة فلا يصلح أن يعتمر قبلا أن يحج قال فسألت أمهات المؤمنين فقلن مثل ما قالت فرجعت إليها فأخبرتها بقولهن قال فقالت نعم وأجفيك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل يا آل محمد بعمرة في حج حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن عاصمين عن أبي وإل عن مسروق عن أم سلمة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابي من لا أراه ولا يراني بعد أن آمت أبدا قال فبلغ ذلك عمر قال فأتاها يشتد أو يسرع شك شاذان قال فقال لها أنشودك بالله أنا منهم قالت لا ولن أبرئ أحدا بعدك أبدا حان أبو النضري هاشم بن القاسم حدثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام قال حدثني شهر بن حوشب قال سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء نعي الحسين بن علي لعنت أهل العراق فقالت قتلوه قتلهم الله غروا وذلوه قتلهم الله فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة غدية ببرمة قد صنعت له فيها عصيدة تحمله في طبق لها حتى وضعتها بين يديه فقالا لها أين ابن عمك قالت هو في البيت قال فاذهبي فادعيه واتيني بابنيه قالت فجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما بيد وعلي يمشي في إثرهما حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسهما في حجره وجلس علي عن يمينه وجلست فاطمة وعن يساره قالت أم سلمة فاجتبذا من تحت كساء خيبريا كان بساطا لنا على المنامة في المدينة فلفه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا فأخذ بشماله طرفي الكساء وألوى بيده اليمنى إلى ربه عز وجل قال اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطيرا اللهم أهل بيت أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطيرا قلت يا رسول الله ألست من أهلك قال بلى فادخلي في الكساء قالت فدخلت في الكساء بعدما قضى دعاءه لابن عمه علي وابنيه وابنته فاطمة رضي الله عنهم حفن أبو النضر حدثنا عبد الحميد حدثني شهر قال سمعت أم سلمة تحدث زعمت أن فاطمة جاءت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه الخدمة فقالت يا رسول الله والله لقد مجلت يدي من الرحى أطحن مرة وأعجن مرة فقالا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن يرزقك الله شيئا يأتك وسأدلك على خير من ذلك إذا لازمت مجعك فسبحي ألها ثلاثان وثلاثين وكبر ثلاثان وثلاثين وإذا صليت صلاة الصبح فقولي لا إلها إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد صلاة الصبح وعشر مرات بعد صلاة المغرب المغربي فإن كل واحدة منهن تكتب عشر حسنات وتحط عشر سيئات وكل واحدة منهن كعتق رقبة من ولد إسماعيل ولا يحل لظنب كسب ذلك اليوم أن يدركه إلا أن يكون الشرك لا إلها إلا الله وحده لا شريك له وهو حرسك ما بين أن تقوليه غدوة إلى أن تقوليه عشية من كل شيطان ومن كل سوء حسنا أبو النظر حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريبا عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينطبه ثم ينام حسنا حماد بن مسعد تحدثنا ميمون بن موسى المرائي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس حسنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن أم الحسن أن أم سلمة حدثتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها حدثنا حسن حدثنا أبن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن نعمين مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت نها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يجسس حسنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله أخبرنا أبن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب عن نعمين مولى أم سلمة فأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس قبر أو يبنى عليه أو يجلس عليه قال أبي ليس فيه أم سلمة حسن حدثنا أبن لهيعة قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صع ساعة عن أم حكيمين السلمية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحرم من بيت المقدس غفر الله له ما تقدم من ذنبه حسنا يعقوب قال حدثني أبي عن أبن إسحاق قال حدثني سليمان بن صحيمين مولى آلي جبير عن يحيى بن أبي صفيان الأخناسي عن أمه أم حكيمين ابنت أم يتابن الأخناسي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر الله له ما تقدم من ذنبه قال فركبت أم حكيمين عند ذلك الحديث إلى بيت المقدس حتى أهلت منه بعمرة حسنا يونس حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين عن عوفي بن الحارث عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول لأزواجه إن الذي يحن عليكنا بعدي لهو الصادق البار اللهم أسق عبد الرحمن بن عوف من سسبيل الجنة حسنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال حدثني عمي يعني عبيد الله بن عبد الله بن موهب قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارثي بن هشامين قال أجمع أبي على العمرة فلما حضر خروجه قال اي بني لو دخلنا على الامير فودعناه قلت ما شئت قال فدخلنا على مروان وعنده نفر فيهم عبد الله ابن الزبير فذكروا الرجعتين التي يصليهما ابن الزبير بعد العصر فقال له مروان ممن اخذتهم يا ابن الزبير قال اخبرني بهما ابو هريرة عن عائشة فارسل مروان الى عائشة ما ركعتني يذكرهما ابن الزبير ان ابا هريرة اخبره عنك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم كان يصليهما بعد العصر فارسلت اليه اخبرتني ام سلمة فارسل الى ام سلمة ما ركعتني زعمت عائشة انك اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد العصر فقالت يغفر الله لعائشته لقد وضعت امري على غير موضعه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وقد اتي بمال فقعد يقسمه حتى اتاه المؤذن بالعصر فصلى العصر ثم انصرف الي وكان يومي فركع ركعتين خفيفتين فقلت ما هاتان الركعتان يا رسول الله امرت به ما قال لا ولكنهما ركعتان ثاني كنت اركعهما بعد الظهر فشغلني قسم هذا المال حتى جاءني المؤذن بالعصر فكرهت فكرهت ان ادعهما فقال ابن الزبير فكر الله اكبر اليس قد صلىهما مرة واحدة والله لا ادعهما ابدا وقالت ام سلمة ما رأيته صلىهما قبلها ولا بعدها حدنا ابو النضر قال حدثنا ابو خيثمة يعني زهير ابن معاوية عن علي بن عبدالاعلى عن ابي سهل من اهل البصرة عن مستة عن ام سلمة قالت كانت ان فساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها اربعين يوما او اربعين ليلة انشك ابو خيثمة وكنا نطلي على وجوهنا الورسة من الكلفي حثنا عبدالرحمن ابن مهدي عن سفيانا عن منصور عن سالم ابن ابي الجعدي عن ابي سلمة عن ام سلمة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين الا انه كان يصل شعبانا برمضان حثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثنا شعبة عن خالد الحذاء او ايوب عن الحسن قال حدثتنا امنا عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لعمار تقتلك الفئة الباغية حثنا يحيى بن اسحاق قال حدثني ليث بن سعد حدثنا عبدالله ابن ابي مليكة عن يعلى بن مملك قال سألت ام سلمة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وقراءته قالت ما لكم ولصلاته ولقراءته قد كان يصلي قدر ما ينام وينام قدر ما يصلي واذا هي طلعت قراءته فاذا قراءة مفسرة حرفا حرفا حثنا عبدالله ابن محمد وسمعته انا من عبدالله ابن محمد ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن ام موسى عن ام سلمة قالت والذي احرف به ان كان علي لا اقرب الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة بعد غداة يقول جاء علي مرارا قالت واظنه كان بعثه في حاجة قالت فجاء بعد فظننت ان له الي حاجة فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب فكنت من ادناهم الى الباب فاكب عليه علي فجعل يساره ويناجهي ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك فكان اقرب الناس به عهدا حثنا عفان قال اخبرنا همام قال سمعنا من يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمني ان زينب بنت ام سلمة حدثته قالت حدثتني ام قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة فحدثت فانسلت من الخميلة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انفست فقلت نعم فلبست ثياب حيضتي فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في الخميلة قالت وكنت اغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد قالت وكان يقبل وهو صائم حدثنا عفان حدثنا ابان بنحوه في هذا الاسناد الا انه قال من اناء واحد من الجنابة حثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريعا حدثنا ايوب عن نافعا عن زيدي بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمني عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالا ان الذي يشرب في اناء من فضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم حثنا حسن الاشياب حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن اسائب مولى ام سلمة ان نسوة دخل على ام سلمة من اهل حمص فسألتهن ممن انتن قلنا من اهل حمص فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها سترا حسنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن اسائب مولى ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة النساء في قعر بيتهن حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني سعيد بن ابي هلال عن عمري بن مسلمين الجندوعي انه قال اخبرني ابن المسي بي ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسلم اخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وقال محمد بن عمر ويعني ابن علقمة عن عمري بن مسلم بن عمارة بن اكيمة انه قال ان كان قاله كذا قال ابي في الحديث من اراد ان يضحي فلا يقلم اضفارا ولا يحلق شيئا من شعره في العشر الاولي من ذي الحجة حسن طلق بن غنامي بن طلق حدثنا سعيد بن عثمان الوراق عن ابي صالح قال دخلت على ام سلمة فدخل عليها ابن اخ لها فصل في بيتها ركعت ينيف لما سجد نفخ التراب فقالت له ام سلمة ابن اخ لتنفخ فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لغلمين له يقال له يسار ونفخ ترب وجهك لله حسن ابو سلمة الخزاعي قال اخبرنا بكر بن مضر حدثنا موسى بن جبير عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة قالت اكثر ما علمت اتي به نبي الله صلى الله عليه وسلم من المال بخريطة فيها ثمانمائة درهامين حسن زكريا بن عدي قال اخبرنا عبيد الله بن عمر عن زيدي بن ابي انيسة عن القاسم بن عوف الشيباني عن علي بن حسين قال حدثتنا ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فجاء رجل فقال يا رسول الله ما صدقت كذا وكذا قال كذا وكذا قال فان فلانا تعدى علي قال فنظروه فوجدوه قد تعدى عليه بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بكم اذا سعى من يتعدى عليكم اشد من هذا التعدي حدثنا يونس عفان قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حاكمين عن عبد الله بن رافع عن ام سلمة قال عفان في حديثه قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال سمعت ام سلمة قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال قالت فلم يرعني منه يوما الا ونداؤه على المنظر يا ايها الناس قالت وانا اسرح رأسي فلففت شعري ثم دنوت من الباب فجعت سمعي عند الجريد فسمعته يقول ان الله عز وجل يقول ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات هذه الاية قال عفان اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما حثنا هاشم حدثنا عبد الحميد قال حدثني شهر بن حوشب قال سمعت ام سلمة تحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه ان يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت قلت يا رسول الله او ان القلوب لتتقلب قال نعم ما من خلق الله من بني ادم من بشر الا ان قلبه بين اصبعين من اصابع الله فان شاء الله عز وجل اقامه وان شاء الله ازاغه فنسأل الله ربنا ان لا يزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا ونسأله ان يهبلنا من لدنه رحمة انه هو الوهاب قالت قلت يا رسول الله هلا تعلمني دعوة ادعو بها لنفسي قال بل قولي اللهم رب محمد النبي اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن ما احييتنا حسنا عبد الصمد وعفان وبهز قالوا حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسني عن ضبت ابن محصي قال عفان وبهز العنزي عن ام سلمة انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انها ستكون امراء تعرفون وتنكرون فمن انكر سلمة ومن كرها بارئة ولكن من رضي وتابع فقال الا نقتلهم فقال لا ما صلى وقال بهز فمن عرف بارئة وقال بهز ألا نقتلهم وقال بهز في حديثه قال اخبرنا قتادة وقال عفان وبهز ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالا انها ستكون حسنا عفان حدثنا وهيب قال حدثنا خالد عن ابي قلابت عن بعض ولدي ام سلمة عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة حسنا عباد بن عباد المهلبي عن هشامي بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ام سلمة عن امها ام سلمة ان ام سليمين سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل اذا احتلمت قال نعم اذا رأت الماء حسنا معاوية بن عمر حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن اسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن حسين عن عوفي بن الحارث عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه ان الذي يحن عليكنا من بعدي لهو الصادق البار اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سسابيل الجنة حان يحيى بن ابي بكير حدثنا ابراهيم بن طهمان قال حدثني بوديل عن الحسني بن مسلمين عن سفية بنت شيبة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفرة من الثياب ولا الممشقة ولا الحلية ولا تختضب ولا تكتحل حسنا يونس حدثنا حمد يعني ابن زيد عن ايوب وعبد الرحمن يعني السراجة عن نافعا عن زيدي بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في اناء من فضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم حدثنا يحيى بن سعيد الاموي قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن ابي مليكة عن ام سلمة انها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته اية اية باسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حدثنا شجاع بن الوليد عن علي بن عبد الاعلى عن ابي سهل عن مستة الازدية عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت ان فساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا اربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلفي حدثنا محمد بن يزيد عن القاسمي بن الفضل عن ابي جعفر عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف حدثنا عبيدة قال حدثني يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحريث قال سألته عن الرجعتين بعد العصر فقال دخلت انا وعبد الله بن عباس على معاوية فقال معاوية يا ابن عباس لقد ذكرت ركعتين بعد العصر وقد بلغني ان اناسا يصلونها ولم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما ولا امر بهما قال فقال ابن عباس ذاك ما يقضي الناس به ابن الزبير قال فجاء ابن الزبير فقال ما ركعتني قض بهما الناس فقال ابن الزبير حدثتني عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فارسل الى عائشة رجلين رجلين ان امير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول ما ركعتني زعم ابن الزبير انك امرته بهما بعد العصر قال فقالت عائشة ذاك ما اخبرته ام سلمة قال فدخلنا على ام سلمة فاخبرناها ما قالت عائشة فقالت يرحمها الله او لم اخبرها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنهما حدثنا يعقوب قال حدثني ابي عن ابن اسحاق قال حدثني ابو عبيدة ابن عبدالله ابن زمعة عن امه زينب ابنة ابي سلمة وعن ابيه عبدالله ابن زمعة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت ليلتي التي يصير الي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث ابن ابي عدي قال ابو عبيدة اولا يشد لك هذا الاثر افادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم من يومه ذلك قبل ان يمسي حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير عن يزيد ابن رومانة عن خالد مولى الزبير ابن نوفال قال حدثتني زينب ابنة ابي سلمة عن امها ام سلمة هذا الحديثة حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني عبدالله ابن رافع عن مولى ام سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول اذا حضرت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء حناي عقوب قال حدثني ابي قال فزعم ابن اسحاق عن ابي بكر ابن محمد بن عمر عن ابي سلمة عن ام سلمة قالت اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مضبعة ابن تزبير ابن عبد المطالب وهي شاكية فقال الا تخرجين معنا في سفرنا هذا وهو يريد حجة الوداع قالت يا رسول الله اني شاكية واخشى ان تحبسني شكوي قال فاهلي بالحج وقول اللهم محل حيث تحبسني حسن حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا اغفر لي وارحمني واهدني للطريق الاقوم حسن حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا ابو الحسن الاحوال يعني علي بن عبد الاعلى عن ابي سهل عن مستى عن ام سلمة قالت كانت ان فساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها اربعين يوما او اربعين ليلة وكنا نطلي على وجوهنا الورسى من الكلفي حسن سريج حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن سالمين ابي النضري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ام سلمة قالت جاءت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فقال ليس ذلك بالحيد انما هو عرق لتقعد ايام اقرائها ثم لتغتسل ثم لتستثفر بثوب وتصلي حسن روح وعبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيدي ابن المسيبي عن عامري ابن ابي امية اخي ام سلمة عن ام سلمة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يصبح صائما حسن حسين بن محمد قال حدثنا جرير يعني ابن حازمين عن نافع عن زيدي بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ام سلمة وهي خالته انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب في اناء من فضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم حن حسين قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن ليث عن علق متابن مرثد عن المعرور بن سويد عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ظهرت المعاصي في امتي عما هم الله عز وجل بعذاب من عنده فقلت يا رسول الله اما فيهم يومئذ اناس صالحون قال بل قالت فكيف يصنع اولئك قال يصيبهم ما اصاب الناس ثم يصيرون الى مغفرة من الله ورضواء حثنا ابو احمد الزبيري حدثنا سفيان عن زبيد عن شهري بن حوشب عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم جلال على علي وحساء وحسين وفطمة كساء ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي وخاصة اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطيرا فقالت ام سلمة يا رسول الله انا منهم قال انك الى خير حثنا يونس قال حدثنا ابان عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ابن عبد الرحمني عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الظهر وانه جاء وفد فشغلوه فلم يصليه ما فصلاهما بعد العصر حثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي سلمة ابن عبد الرحمني عن ام سلمة قالت والذي توفى نفسه تعني النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي حتى كانت اكثر صلاته قاعدا الا المكتوبة وكان اعجب العمل اليه الذي يدوم عليه العبد وان كان يسيرا حان عبد الوهاب بن عطى حدثنا عوف عن ابي المعدل عطية للطفاوي قال حدثني ابي عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي اذ قالت الخادم ان علي وفطمة بالسدة قال قوني عن اهل بيتي قالت فقمت فتنحيت في ناحية البيت قريبا فدخل علي وفطمة ومعهم الحسن والحسين صبيان صغيران فاخذ الصبيين فقبلهما ووضعهما في حجره واعتنق عليا وفطمة ثم اغدف عليهم ببردة له وقال اللهم اليك لا الى النار انا واهل بيتي قالت فقلت يا رسول الله وانا فقال وانت حسنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيمين عن عبد الرحمن ابن سابط قال دخلت على حفصة ابنت عبد الرحمن فقلت اني سائلك عن امر وانا استحي ان اسألك عنه فقالت لا تستحي يا ابن اخي قال عن اتيان النساء في ادبارهن قالت حدثتني ام سلمة ان الانصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود تقول انه من جب امرأته كان ولده احول فلما قدم المهاجرون المدينة نكح في نساء الانصار فجبوا وهن فابت امرأة ان توطيع زوجها فقالت لزوجها لن تفعل ذلك حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على ام سلمة فذكرت ذلك ذلك لها فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدحت الانصارية ان تسأله فخرجت فحدثت ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادعي الانصارية فدعيت فتلى عليها هذه الاية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ان شئتم سماما واحدا حثنا روح حدثنا شعبة عن موسى ابن ابي عائشة قال سمعت مولا لابي سلمة يحدث انه سمع ام سلمة تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا صلى الصبح حين سلم اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا حثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال عثمان بن حكيمين قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال سمعت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما مالنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال قالت فلم يرعني منه يومئذ الا ونداؤه على المنبر قالت وانا اسرح شعري فلففت شعري ثم خرجت الى حجرة من حجر بيت فجعت سمعي عند الجريد فاذا هو يقول عند المنبر يا ايها الناس ان الله يقول في كتابه ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى اخر الاية اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما قال حدثنا يونس حدثنا عبد الواحد حدثنا عثمان بن حكيمين عن عبد الله بن رافع عن ام سلمة قالت قلت فذكر الحديث حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت والذي توفى نفسه ممات النبي صلى الله عليه وسلم ما حتى كانت اكثر صلاته قاعدا الا الصلاة المكتوبة وكان احب العمل اليه الذي يدوم عليه العبد وان كان يسيرا قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشامين قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محصي عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن انكرا فقد بريء ومن كره فقد سلم ولكن من رغب وتابع قالوا يا رسول الله هل نقاتلهم قال لا ما صلوا الصلاة حدثنا ابو عبيدة الحدد حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصي عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يحيى بن سعيد عن الاعماش قال حدثني شقيق وابن نمير قال حدثنا الاعماش عن شقيق عن ام سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حضرتم المريضة او الميت فقولوا خيرا فان الملائكة تتؤمن على ما تقولون قالت فلما مات ابو سلمة قلت يا رسول الله كيف اقول قال قولي اللهم اغفر لنا وله واعقبني منه عقب حسنة وقال ابن نمير صالحة قالت فاعقبني الله عز وجل منه محمدا صلى الله عليه وسلم حثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن سعيدي بن المسيبي عن عامر اخي ام سلمة عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوب فيغتسل ويصوم قال فرد ابو هريرة فتياه حثنا يحيى ووكيع قال حدثنا اسامة بن زيد قال حدثنا سليمان بن يسار انه سمع ام سلمة تقول قال وكيع في حديثه قال سمعت سليمان بن يسار عن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس اهله من الليل فيصبح جنوبا من غير احتلمين فيغتسل ويصوم حثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن زيدي بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم حثنا وكيع حدثنا سفيان حدثنا ابو عون محمد بن عبيد الله الثقافي عن عبد الله بن شدد قال سمعت ابا هريرة يحدث مروان قال توضعوا مما مست النار قال فارسل مروان الى ام سلمة فسألها فقالت نهس النبي صلى الله عليه وسلم عندي كتفا ثم خرج الى الصلاة ولم يمس ماء وقال ابي لم يسمع سفيان من ابي عوي الا هذا الحديث حثنا وكيع حدثنا هشام وابن نمير قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن زينب ابنت ام سلمة عن ام سلمة قالت جاءت ام سليمين الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال اذا رأت الماء فلتغتسل قالت قلت فضحت النساء وهل تحتلم المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمين كفا بما يشبهها ولدها اذا حثنا وكيع حدثنا طلحة بن يحيى سمعته من عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن ام سلمة قالت شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر حثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته قال باسم الله توكلت على الله اللهم اني اعوذ بك من ان نزل او نظل او نظلم او نظلم او نجهل او يجهل علينا حثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيبي ابن ابي ثابت عن واهب مولى ابي احمد عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمل فقال ليتا لا ليتين حثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنتي ام سلمة عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تحتكمون الي وانما انا بشر ولعل بعضكم ان يكون الحنى بحجته من بعض وانما اقضي بينكم على نحو ما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة حان عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال اخبرني حبيب ابن ابي ثابت ان عبد الحميد ابن عبد الله ابن ابي عمر والقاسم اخبراه انه ما سمع ابا بكري ابن عبد الرحمن يخبر ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها لما قدمت المدينة اخبرتهم انها ابنة ابي اميتا ابن المغيرة فكذبوها ويقولون ما اكذب الغرائب حتى انشأ ناس منهم الى الحج فقالوا ما تكتبين الى اهلك فكتبت معهم فرجعوا الى المدينة يصدقونها فازدادت عليهم كرامة قالت فلما وضعت زينب جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فخطبني فقلت ما مثلي نكح اما انا انا فلا ولدا في وانا غير وذات عيال فقال انا اكبر منك واما الغيرة فيذهبها الله عز وجل واما العيال فالى الله ورسوله فتزوجها فجعل يأتيها فيقول اين زناب حتى جاء عمار بن ياسم يسير يوما فاختلاجها وقال هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ترضعها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين زناب فقالت قريبة ابنة ابي امية ووافقها عندها اخذها عمار بن ياسير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اتيكم الليلة قالت فقمت فاخرشت حبات من شعير كانت في جر واخرشت شحما فعاصدته له قالت فبات النبي صلى الله عليه وسلم ثم اصبح فقال حين اصبح ان لك على اهلك كرامة فان شئت سبعت لك لكن فان اصبح لك اصبح لنساء حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني حبيب ابن ابي ثابت ان عبد الحميد بن عبد الله بن ابي عمر والقاسم ابن محمد اخبراه انه ما سمع ابا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشامين ان ام سلمت زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته فذكر الحديثة الا انه قال قالت فوضعت ثفلي فاخرشت حبات من الشعير حسنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي وايل قال دخل عبد الرحمن ابن عوف على ام سلمة فقالت له اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من اصحابي من لا يراني بعد ان يفارقني قال فات عمر فذكر ذلك له قال فاتها عمر فقال اذكر كلا اما انه قالت اللهم لولم ابلي احدا بعدك حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال انا ابن جريج وروح حدثنا ابن جريج قال اخبرني محمد ابن يوسف ان عطاء ابن يسار اخبره ان ام سلمت زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها قربت للنبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فاكل منه ثم قام الى الصلاة ولم يتوضأ حان يحيى بن سعيد الاموي قال اخبرنا ابن جريج عن حبيبي ابن ابي ثابت عن عبد الحميد بن عبد الله والقاسم ابن عبد الرحمني ابن الحارثي ابن هشامين عن ابي بكري ابن الحارثي ابن هشامين عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان شئت سبعت لك وان اسبع لك اسبع لنسائي حثنا عبد الرزاق وابن بكر قال انا ابن جريج قال وحدثني ابن شيهاب عن ابي بكري ابن عبد الرحمني عن ابيه عبد الرحمني عن ام سلمة وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من اهله ثم يغتسل فيصوم قال ابن بكر زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم حثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال قال عبد الله ابن ابي مليكة اخبراني على ابن مملك انه سأل ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الاخرة ثم يسبح ثم يصلي بعدها ما شاء الله عز وجل من الليل ثم ينصرف فيرقد مثل ما يصلي ثم يستيقظ من نومته تلك فيصلي مثل ما نام وصلاته تلك الاخرة تكون الى الصبح حثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن زينب ابنة ابي سلمة عن ام سلمة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبت خصمين عند باب ام سلمة قالت فخرج اليهم فقال انكم تختصمون وانما انا بشر ولعل بعضكم ان يكون اعلم بحجته من بعض فاقضي له بما اسمع منه فاظنه صادقا فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانها قطعة من النار فليأخذها او ليدعها حدثنا يعقوب قال حدثني ابي عن صالح قال ابن شيهاب اخبرني عروة ابن الزبري ان زينب ابنة ابي سلمة اخبرته ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم انه سمع خصومة بباب حجرته فخرج اليهم فقال انما انا بشر فذكر معناه حثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ام سلمة ان امرأة اهدت لها رجل شات تصدق عليها بها فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تقبلها حثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري حدثني نبهان مكاتب ام سلمة اني لا اقود بها بالبيداء او قال بالابواء فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجي بي منه حثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابي بكري بن عبد الرحمني بن الحارثي بن هشامين قال سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادركه الصبح جنوبا فلصونا له قال فانطلقت انا وابي فدخلنا على ام سلمة وعائشة فسألناهما عن ذلك فاخبرتانا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من غير حلمين ثم يصوم فلقينا ابا هريرة فحدثه ابي فتلون وجه ابي هريرة ثم قال هكذا حدثني الفضل بن عباس وهن اعلم حنا يزيد بن هارون وحدثني حجاج قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة ان ام سليمين قال حجاج امرأة ابي طلحة قالت يا رسول الله المرأة ترى زوجها في المنام يقع عليها اعليها غسل قال نعم اذا رأت بللا فقالت ام سلمة او تفعل ذلك فقال تربت يمينك ان يأتي شبه الخقولة الا من ذلك اي نطفتين سبقت الى الرحم غلبت على الشبه وقال حجاج في حديثه ترب جبينك دثن ابن نمير عن هشامين عن ابيه عن زينب ابنت ام سلمة عن ام سلمة ان ام حبيبة قالت يا رسول الله هلاك في اخت ابنت ابي صفيان قال فافعل ماذا قالت تنكحها قال وذاك احب اليك قالت نعم لست لك بمخلية واحب من شركني في الخير اختي قال انها لا تحل لي قلت فانه بلغني انك تخطب درة ابنت ابي سلمة قال ابنت ام سلمة قالت نعم قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي انها ابنة اخي من الرضاعة ارضعتني واباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن حدثنا ابن نمير قال حدثنا طلحة ابن يحيى قال زعم لي عبيد الله ابن عبدالله ابن عطبة ان معاوية ارسل الى عائشة يسألها هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر شيئا قالت اما عندي فلا ولكن ام سلمة اخبرتني انه فعل ذلك فارسل اليها فاسألها فارسل الى ام سلمة فقالت نعم دخل علي بعد العصر فصل سجدتين قلت يا نبي الله انزل عليك في هاتين سجدتين قال لا ولكن صليت الظهر فشغلت فاستدركتها بعد العصر حدثنا ابن نمير قال اخبرنا الحسن بن عمر وعن الحكم عن شهري بن حوشب قال سمعت ام سلمة تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلي مسكر ومفطر حان ابن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد قال اخبرني عمر بن كثير عن ابن سفينة مولى ام سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ان لله وانا الي راجعون اللهم جرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها الا اجره الله في مصيبته وخلف له خيرا منها قالت فلما توفي يا ابو سلمة قلت من خير من ابي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ثم عزم الله عز وجل لي فقلتها اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا يعلي قال حدثنا محمد بن اسحاق ويزيد قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن نافع عن صفية ابنت ابي عبيد عن ام سلمة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضيول النساء فقال شبرا فقلت اذا تخرج اقدامهن يا رسول الله قال فذراع لا تزدنا عليه حسنا محمد بن عبيد قال حدثنا الاعمش عن عمري بن مرة عن يحيى بن الجزار قال دخل ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ام سلمة فقالوا يا ام المؤمنين حدثينا عن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان سره على نيته سواء ثم ندمت فقلت افشيت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فلما دخل اخبرته فقال احسنتي حدنا ابو كامل مظفر بن مدرك قال حدثنا زهير قال حدثنا علي بن عبدالاعلى عن ابي سهل من اهل البصرة عن مستى عن ام سلمة قالت كانت ان فساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها اربعين يوما او اربعين ليلة قالت وكنا نطلي على وجوهنا الورسى من الكلفي حثنا معمر بن سليمان الرقي حدثنا خصيف عن عطاء عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب يربط به او يربط به المسكو قال اجعليه فضة وصفريه بشيء من زعفراء حنى ابن فضيل قال حدثنا الحسن بن عبيد الله حدثنا هونيدة الخزاعي عن امه قالت دخلت على ام سلمة فسألتها عن الصيام فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمرني ان اصوم ثلاثة ايامين من كل شهر اولها الاثنين الجمعة والخميس حثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن مقسمين عن ام سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يطير بخمس او سبع لا يفصل بينهن بكلمين ولا تسليمين حثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن هشامي بن عروة عن ابيه عن زينب ابنت ابي سلمة عن ام سلمة انها قالت يا رسول الله ان بني ابي سلمة في حجري وليس لهم شيء الا ما انفقت عليهم ولست بتاركتهم كذا ولا كذا فلي اجر ان انفقت عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انفقي عليهم حثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن خثيمين عن ابن سابت عن حفصة ابنت عبد الرحمن عن ام سلمة قال ابي وفي موضع اخر معمر عن ابن خثيمين عن سفية بنت شيبة عن ام سلمة ان امرأة سألتها عن الرجل يأتي امرأته مجبية فسألت ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ان شئتم سماما واحدا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن هند ابنة الحارث عن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم مكث قليلا وكانوا يرون ان ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر قطوء الا مرة واحدة جاءه ناس بعد الظهر فشغلوه في شيء فلم يصل بعد الظهر شيء حتى صلى العصر قالت فلما صلى العصر دخل بيتي فصلى ركعتين حسنى اسماعيل قال حدثنا هشام اقدست واي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن زينب ابنت ام سلمة عن ام سلمة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكان يغتسلان في اناء واحد حسنى اسماعيل حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن ابي مليكة قال قالت ام سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد تعجيلا للظهر منكم وانتم اشد تعجيلا للعصر منه حسنى محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيدي بن المسيب عن عامر اخي ام سلمة عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصبح جنوبا من غير احتلامين ثم يصوم يومه قال فترك ابو هريرة فتياه حدثنا ابن جعفر قال حدثني سعيد عن قتادة عن سعيدي بن المسيب عن عامر ابن ابي امية اخي ام سلمة ولم يذكر ام سلمة مثله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت خالد يحدث عن سعيدي بن ابي الحسن عن امه عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن ابي زياد قال سألت عبدالله ابن الحريث عن الرجعتين بعد العصر فقال كنا عند معاوية فحدث عن ابن الزبير عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليه ما فارسل معاوية الى عائشة وانا فيهم فسألناها فقالت لم اسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حدثتني ام سلمة فسألتها فحدثت ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم اتي بشيء فجعل يقسمه حتى حضرت صلاة العصر فقام فصلى العصر ثم صلى بعدها ركعتين فلما صلىها قال هاتان الركعتين كنت اصليه ما بعد الظهر فقالت ام سلمة ولقد حدثتها حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انها عنهما قال فاتيت معاوية فاخبرته بذلك فقال ابن الزبير ليس قد صلىهما لا ازال اصليه ما فقال له معاوية انك لمخالف لا تزال تحب الخلافة ما بقيطة حانا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة وعن حميدي بن نافع قال سمعت زينب ابنة ابي سلمة تحدث عن امها ان امرأة توقفي زوجها فخافوا على عينها فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت احدى كن تكون في بيتها في احلاسها اوي في شر احلاسها في بيتها حولا فاذا مر كالب رمت ببعرة فخرجت فلا اربعة اشهر وعشرا حانا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن توبة العنبري عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما يعلم الا شعبان يصل به رمضان حانا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن مالك ابن انس عن عمراء او عمراء ابن مسلمين عن سعدي بن المسيب عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اراد ان ينحر في هلالي ذي الحجة فلا يأخذ من شعره واضفاره حدثنا اسماعيل بن محمد حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا محمد بن عمر حدثنا عمر بن مسلمي بن عماري بن اوكيمة قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت ام سلمة فذكر الحديث حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر حدثنا ابن شيهاب عن نبهان عن ام سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا وجد المكاتب ما يؤدي فاحتجبنا منه حدثنا بهز حدثنا همام حدثنا قتادة عن ابي الخليل عن سافينة مولى ام سلمة عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم حين حضر جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم فجعل يتكلموا بها وما يكد يفيض بها لسانه حثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد ربه بن سعيد اخي يحيى بن سعيد قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن قال اختلف ابو هريرة وابن عباس في المتوفى عنها زوجها اذا وضعت حملها فقال ابو هريرة تزوج وقال ابن عباس ابعد الاجلين قال فبعثوا الى ام سلمة فقالت توفي زوج سبيعة بنت الحريث فولدت بعد وفاته بخمس عشرة ليلة فخطبها رجلان قال فحطت بنفسها الى احدهما فلما خشوا انت فتات بنفسها الى احدهما قالوا انك لم تحلي فانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد حلت فانكحي من شئتي حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عاصمين عن ابي وايل عن مسروق قال دخل عبد الرحمن على ام سلمة فقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اصحابي لمن لا يراني بعد ان امت ابدا قال فخرج عبد الرحمن من عندها مذعورا حتى دخل على عمر فقال له اسمع ما تقول امك فقام عمر حتى اتاها فدخل عليها فسألها ثم قال انشودك بالله امنهم انا فقالت لا ولن ابرئ بعدك احدا حدثنا حجاج حدثنا ليث قال حدثنا عقيل عن ابن شيهاب انه قال اخبراني ابو عبيدة بن عبد الله بن زمعة ان امه زينب ابنة ابي سلمة اخبرته ان امها ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ابصائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلن عليهن احدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرهذا الا رخصة ارخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالمين خاصة فما هو بداخل علينا احد بهذه الرضاعة ولا رائينا حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة ان ابا عياض حدث ان مروان بعث الى ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه فارسله ارسل اليها مولاها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا فيصوم ولا يفطر قال فرجع اليه فاخبره قال فبعث الى عائشة فبعث اليها مولاها او غلامها ذكوان فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من جماعا غير حلمين فيصوم ولا يفتر فقال له اتي ابا هريرة فاخبره فانطلق الى ابي هريرة فاخبره عن ام سلمة وعن عائشة فقال هما اعلم حثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الربه عن ابي عياض عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامين ان مروان بن الحكم بعثه الى ام سلمة وعائشة قال فلقيت غلامها نافعا فارستوه اليها فسألها قال فرجع اليها فاخبرني انها قالت ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا ويصبح صائما قالا ثم بعثني الى عائشة فلقيت غلامها ذكوان فارسته اليها فرجع اليها فاخبرني انها قالت ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماعا غير احتلمين ثم يصبح صائما قال فاتيت مروان فاخبرته فقال اقسمت عليك لتأتي ان ابا هريرة فلتخبير انه به فاتيته فاخبرته فقال هن اعلم حدثنا روح حدثنا سعيد سعيد عن قتادة عن عبد الربه عن ابي عياض عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامين ان مروان بن الحكم بعثه الى ام سلامة وعائشة فذكر معناه الا انه قال ثم لقي غلام عائشة ذكوان ابا عمر وقال لقيت نافعا غلام ام سلامة حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال حدثني ابن شيهاب عن ابي بكري بن عبد الرحمن عن ابيه عن ام سلامة وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدركه الفجر وهو جنوب من اهله ثم يغتسل ويصوم حدثنا روح حدثنا صالح حدثنا ابن شيهاب عن ابي بكري بن عبد الرحمن عن ابيه عن عائشة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا في رمضان من اهله ثم يغتسل ويصوم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عبد الملك بن ابي بكري بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامين عن ابيه انه سمع ابا هريرة يقول من اصبح جنوبا من غير احتلامين فلا يصوم فانطلق ابو بكر وابوه عبد الرحمن حتى دخل على ام سلامة وعائشة فكلتاهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من غير احتلامين ثم يصوم فانطلق ابو بكر وابوه عبد الرحمن فأتي مروان فحدثاه ثم قال عزمت عليكما لما انطلقتما الى ابي هريرة فحدثتماه فانطلقا الى ابي هريرة فاخبراه قال قالتاه لاكما فقال نعم قالا هما اعلم انما انبأنيه الفضل بن عباس حثنا روح حدثنا صالح حدثنا ابن شيهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ام سلامة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا ثم يصوم يومه حثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشامين عن ابيه انه سمع ابا هريرة يقول من اصبح جنوبا فلا يصوم فانطلق ابو بكر وابوه عبد الرحمن حتى دخل على ام سلامة وعائشة فكلتا هما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من غير احتلامين ثم يصوم فانطلق ابو بكر وابوه عبد الرحمن فاتى يا مروان فحدثاه ثم قال عزمت عليكما لما انطلقتما الى ابي هريرة فحدثتماه فانطلقا الى ابي هريرة فاخبراه قالا هما قالتاه لاكما فقال نعم قالا هما اعلم انما انبأنيه الفضل ابن عباس حثنا عفان قال حدثنا حماد ابن سلمة حدثنا ثابت قال حدثني ابن عمر ابن ابي سلمة بمنا عن ابيه ان ام سلمة قالت قال ابو سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب احدكم مصيبة فليقول ان لله وانا الي راجعون عندك احتسبت مصيبتي وااجرني فيها وابدلني ما هو خير منها فلما احتضر ابو سلمة قال اللهم اخلفني في اهلي بخير فلما قبض قلت ان لله وانا الي راجعون اللهم عندك احتسب مصيبتي فاجرني فيها قالت واردت ان اقول وابدلني خيرا منها فقلت ومن خير من ابي سلمة فما زلت حتى قلتها قلتها فلما انقضت عدتها خطبها ابو بكر فردته ثم خطبها عمر فردته فبعث اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسوله اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني امرأة غير واني مصبية وانه ليس احد من اوليائي شهدا فبعث اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم اما قولك اني مصبية فانا لها سيكفيك صبيانك واما قولك اني غير فسادعو الها ان يذهب غيرتك واما الاولياء فليس احد منهم شهد ولا غائب الا سيرضاني قلت يا عمركم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اما اني لا انقصك شيئا مما اعطيت اختك فلانة الحيين وجرتين ووسادة من ادمين حشو هليف قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها فاذا جاء اخذت زينب فوضعتها في حجرها لترضعها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا كريما يستحي فرجع ففعل ذلك مرارا ففطن عمار بن ياسير لما تصنع فاقبل ذات يومين وجاء عمار وكان اخها لامها فدخل عليها فانتشطها من حجرها وقال دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي اذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فجعل يقلب بصره في البيت ويقول اين زناب ما فعلت زناب قالت جاء عمار فذهب بها قال فبنا باهله باهله ثم قال ان شئت ان اسبي عليك سبعة للنساء حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت قال حدثني عمر بن ابي سلمة وقال سليمان بن المغيرة ابن عمر بن ابي سلمة مرسل حسنا حماد بن اسامة قال حدثنا هشام عن ابيه عن زينب ابنتي ابي سلمة عن ام سلمة قالت قلت يا رسول الله هل من اجر في بني ابي سلمة ان انفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا انما هم بني قال نعم لاك فيهم اجر ما انفقت عليهم حسنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك ابن عمير قال حدثني ربعي ابن حراش عن ام سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساهم الوجه قالت فحسبت ذلك من وجع فقلت يا رسول الله اراك ساهم الوجه افمن وجع فقال لا ولكن الدناني السبعة التي اتنا بها امس امسينا ولم ننفقها نسيتها في خصم الفراش حسنا ابو احمد حدثنا اسرائيل عن عمار الدهني عن امرأة منهم انها سألت ام سلمة عن النبيذ فقالت كل مسكر حرام ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفة وعن الدباء والحمتم حدثنا عبد الواحد بن واصل قال حدثنا القاسم بن الفضل ويزيد بن هارون اخبرنا القاسم عن ابي جعفر محمد بن علي عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى بن سعيد ان سليمان بن يسار اخبره ان ابا سلمة اخبره انه اجتمع هو وابن عباس عند ابي هريرة فبعثوا قريبا مولى ابن عباس الى ام سلمة يسالها فذكرت ام سلمة ان سبيعة الاسلامية توقفي عنها زوجها فنفست بعده بليال فذكرت سبيعة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عبدالله بن رافع مولى ام سلمة قال حدثتنا ام سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حضرت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان الثوري عن ايوب بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عبدالله بن رافع عن ام سلمة قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ضفر رأسي فانقضه عند الغسل من الجنابة فقال انما يكفيك ثلاث حفنات تصبينها على رأسك حفنا يزيد قال اخبرنا حماد بن سلمة عن الازرق ابن قيسين عن ذكوان عن ام سلمة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها فقال قدم علي مال فشغلني عن الرجعتين كنت اركعهما بعد الظهر فصليتهما الان فقلت يا رسول الله افنقضيهما اذا فاتت قال لا حنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابو كعب صاحب الحرير قال حدثني شهر بن حوشب قال قلت لام سلمة يا ام المؤمنين ما كان اكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عندك قالت كان اكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت فقلت له يا رسول الله ما اكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالا يا ام سلمة ما من ادمي الا وقلبه بين اصبعين من اصابع الله عز وجل ما شاء اقام وما شاء ازاغ قال عبد الله سألت ابي عن ابي كعب فقال ثقة واسمه عبد ربه بن عبيد حدثنا معاذ حدثنا ابن عو عن الحسن عن امه عن ام سلمة قالت ما نسيته يوم الخندق وقد اغبر صدره وهو يعطيهم اللبن ويقول اللهم ان الخير خير الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة قال فاقبل عمار فلما رآه قال ويحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية قال فحدثته محمدا فقالا عن امه اما انها قد كانت تليج على ام المؤمنين حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة قالت قلت يا رسول الله كيف بالنساء قال يرخينا شبرا قلت اذا ينكشف عنهن يا رسول الله قال فذراع ليزدنا عليه حان روح حدثنا ابن جريج قال اخبرنا عطاء عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جعلت شعائرا من ذهب في رقبتها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عنها فقلت الا تنظر الى زيانتها فقال عن زينتك اعرض قال زعم انه قال ما ضر احدا كنا لو جعلت خرصا من ورق ثم جعلته بزعفراء حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال اخبرني يحيى بن عبدالله بن محمد بن صيفي ان عكرمة بن عبد الرحمة اخبره ان ام سلمة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف ان لا يدخل على بعض اهله شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا عليهم او راح فقيل له حلفت يا نبي الله لا تدخل عليهم شهرا فقالا ان الشهر تسعة وعشرون يوما حدثنا روح حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة قال حدث سفينة مولى ام سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان عامة وصية نبي الله صلى الله عليه وسلم عند موته الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يلججها في صدره وما يفيد بها لسانه حدثنا روح حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر وارحم واهدني السبيل الاقوام حدثنا صفوان بن عيسى قال اخبرنا محمد بن عمارة عن محمد بن ابراهيم التيمي قال حدثتني ام ولد لابن عبد الرحمن بن عوف قالت كنت امرأة لفيل طويل وكنت اتي المسجد وكنت اسحبه فسألت ام سلمة قلت اني امرأة فيلي طويل واني اتي المسجد واني اسحبه على المكان القذر ثم اسحبه على المكان الطيب فقالت ام سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرت على المكان القذر ثم مرت على المكان الطيب فان ذلك طهور حدنا روح حدثنا زمعة بن صالح قال سمعت ابن شيهاب يحدث عن عبد الله بن وهبي بن زمعة عن ام سلمة ان ابا بكر خرج تاجرا الى بصر ومعه نعيمان وسويبط بن حرملة وكلاهما بدري وكان سويبط على الزاد فجاءه نعيمان فقال اطعمني فقال لحتى يأتي ابو بكر وكان نعيمان رجلا مضحاكا مزاحا فقال لا اغيي ظنك فذهب الى اناس جلبوا ظهرا فقال ابتاعوا مني غلاما عربيا فارها وهو ذو لساء ولعل الله يقول انا حر فان كنتم تاركيه لذلك فدعوني لا تفسدوا علي غلام فقالوا بل نبتاعه منك بعشر قلائس فاقبل بها يسوقها واقبل بالقوم حتى عقلها ثم قال للقوم دونكم هو هذا فجاء القوم فقالوا قد اشترينك قال سويبط سويبط هو كذب انا رجل حر فقالوا قد اخبرنا خبرك وطرحوا الحبلة في رقبته فذهبوا به فجاء ابو بكر فاخبر فذهب هو واصحاب له فردوا القلائص واخذوه فضحكا منها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حولا حتى عثمان بن عمر اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند ابنة الحارث القرشية ان ام سلمت زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم من الصلاة المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت من صلى من الرجال ما شاء الله فاذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال حسنا عبدالصمدي وحرامي المعنى قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي الخليل عن صاحب له عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من المدينة هارب إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبقى فيعونه بين الرقن والمقام فيبعث إليهم جيش من الشام فيخسف بهم بالبيداء فإذا رأى الناس ذلك أتته أبدال الشام وعصائب العراق فيبعونه ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليه المكي يبعثا فيظهرون عليهم وذلك بعثوا كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويلقي الإسلام بجيرانه إلى الأرض يمكث تسعة سنين قال حرامي حرامي أو سبعة حتى عبد الصمد قال حدثنا أبي حدثنا علي بن زيد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ من منامه وهو يسترجع قالت قلت يا رسول الله ما شأنك قال طائفة من أمة يخساف بهم ثم يبعثون إلى رجل فيأتي مكة فيمنعه نعه الله منهم ويخسف بهم مصرعهم وحد ومصادرهم شتى قالت قلت يا رسول الله كيف يكون مصرعهم وحدا ومصادرهم شتى قالا إن منهم من يكره فيجيء مكرها حدثنا عفان حدثنا حماد عن علي بن زيد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه حدثنا عبد الملك بن عمر نحدثنا موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمر بن العاص قال قلت لأم سلمة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم قالت لا قلت فإن عائشة تخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم قالت قلت لا على الله أن كان لا يتمالك عنها حبا أما أنا فلا حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال سمعنا يزيد بن أبي حبيب يقول حدثني أبو عمران قال قالت لي أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا آل محمد من حج منكم فليهل في حجه أو في حجته شك أبو عبد الرحمني حثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال دخل عبد الرحمن بن عوف على أم سلمة فقال يا أم المؤمنين أني أخشى أن أكون قد هلكت أني من أكثر قريش ولم بعت أرضا لب أربعين ألف دينار فقالت أنفق يا بني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه فأتيت عمره فأخبرته فأتاها فقال بالله أنا منهم قالت اللهم لا ولن أبرئ أحدا بعدك حثنا أبو تميلة يحيى بن واضح قال أخبرني عبد المؤمن بن خالد حدثنا عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عوين عن عبد الله بن شداد قال قال مروان كيف نسأل أحدا وفينا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى أم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة فنشلت له كتفا من قدر فأكلها ثم خرج فصلى حثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال حدثني أبن عمر بن أبي سلمة بمينا عن أبيه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبته مصيبة فليقول إن لله وإن إلي رجعون اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني بها خيرا منها فلما مات أبو سلمة قلتها فجعت كل ما بلغت وأبدلني بها خيرا منها قلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة ثم قلتها فلما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها فلم تزوجه فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه فقالت أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أمرأة غيرا وأني أمرأة مصبية وليس أحد من أوليائي شهدا فليس أحد من أوليائي شهدا ولا غائب يكره ذلك حثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة قالت لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نصائهم وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجب فأراد رجل من المهاجرين أمرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنازلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقال لا إلا في سمامين واحد وقال وكيع أبن سبيط رجل من قريش حثنا وكيع حدثنا هشام وابن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت قال مخنث لا أخيها عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائفة غدا دلتك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثماء فسامعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخرجوا هؤلاء من بيوتكم فلا يدخلوا عليكم حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن مولا لأم سلمة عن أم سلمة قال عبد الرحمن في حديثه عن من سمع أم سلمة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الفجر إذا صلى اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن مولا لأم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يصليم فذكره حثنا وكيع عن شعبة عن أبي يونس الباهلي قال سمعت مهاجرا المكية عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغزو جيش البيت حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خصفى بهم قالت قلت يا رسول الله أرأيت المكره منهم قال يبعث علنيته حان عبد الملك بن عمر وعبد الصمد قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنتي أم سلمة عن أم سلمة قالت بين أنا متوجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حدت فانسالت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من الإناء الوحيد من الجنابة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم قال أبو عبد الرحمن حدثناه هدبة قال حدثنا أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير بإسناد هذا الحديث ومعنه حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال باسمك ربي إني أعوذ بك أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوائم المنبلي رواتب في الجنة حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن خثيمين عن ابن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن نشئتم قال صماما واحدا حدثنا حجاج عن ليث بن سعد قال حدثني بكير عن أبي بكري بن المنكدري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حدثنا يونس قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني بكير عن أبي بكري بن المنكدري عن أبي سلمة فذكر مثله بإسناده حدثنا عبد الرحمن ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ممات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا المكتوبة وكان أحب العمل إليه ما داوم العبد عليه وإن كان يسيرا حدثنا عبد الرحمن قال سمعت سفيان قال سمعت أبا عو يقول سمعت عبد الله بن شداد يقول سمعت أبا هريرة يقول الوضوء مما مست النار فذكرت ذلك أو ذكر ذلك لمروان فقال ما أدري من نسأل كيف وفين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني إلى أم سلمة فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة فتناول عرقا فانتهس عظما ثم صلى ولم يتوضأ حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن سلمة عن سعيدي بن جمهان عن سافينة مولى أم سلمة قال أعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاشه حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن عماري بن أبي معاوية البجلي عن أبي سلمة عن أم سلمة أنها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة من إناء واحد حدثنا عبد الرحمن حدثنا سلام بن أبي مطيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة يقرأ بالطور قال أبي وقارأته على عبد الرحمن قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما حينئذ يصلي بجنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مستور قال قراءة على عبد الرحمن مالك عن عبد ربه بن سعيدي بن قيسين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الأسلامية بعد وفت زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل فحطت إلى الشاب فقال الكهل لم تحل وكان أهلها غيبا ورجى إذا جاء أهلها أن يؤثره فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حلت فان كحي من شئتي قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت هراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا بلغت ذلك فلتغتسل ثم تستثفر بثوب ثم تصلي حثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحنوا بحجته أوي قد قال لحجته من بعض فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة فبك الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذ قلتما فاذهب فاقتسم ثم توخي الحق ثم استهيما ثم ليحلل كل واحد منكم صاحبه حثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام عليه وإن قل حثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبد الله بن فروخ عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقبلني وهو صائم وأنا صائمة حثنا وكيع حدثنا يزيد بن عبد الله مولى الصهباء عن شهري بن حوشب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعصينك في معروف قال للنوح حثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير قال حدثني عبد العزيز بن بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أبا سلمة لم تؤفي عنها وانقضت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن في ثلاثة خصال أنا امرأة كبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكبر منك قالت وأنا امرأة غير قال أدعو ألها عز وجل فيذهب عنك غيرتك قالت يا رسول الله وأنا امرأة مصبية قالهم إلى الله وإلى رسوله قال فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتاها فوجدها ترضع فانصرفا فانصرفا ثم أتاها فوجدها ترضع فانصرفا فقال فبلغ ذلك عمار بن ياسير فأتاها فقال حلت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حاجته هالم الصبية قال فأخذها فاسترضعا لها فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين زناب يعني زينب قالت يا رسول الله أخذها عمار فدخل بها وقال إن بك على أهلك كرمة قال فأقام عندها إلى العشي ثم قال إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لصائر نساء وإن شئت قسمت لك قالت لا بل اقسم لي حثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير قال حدثني عبد العزيز بن بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أبا سلمة لم تؤفي عنها وانقضت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن في ثلاث خصال أنا امرأة كبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكبر منك قالت وأنا امرأة غير قال أدعو لها عز وجل فيذهب غيرتك قالت يا رسول الله وإني امرأة مصبية قالهم إلى الله ورسوله قال فتزوجها قال فأتاها فوجدها ترضع فانصرفا ثم أتاها فوجدها ترضع فانصرفا فقال فبلغ ذلك عمار بن ياسير فأتاها فقال حلت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حاجته هالم الصبية قال فأخذها فاسترضع فاسترضع لها فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين زناب يعني زينب قالت يا رسول الله أخذها عمار فدخل بها فقال لأن بك على أهلك كرمة قال فأقام عندها إلى العشي ثم قال إن شئت سبعت لك وإن سبعت لصائر نساء وإن شئت قسمت لك قالت لا بل اقسم لي حثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن عبد العزيز ابن ابنت أم سلمة عن أم سلمة أنه بلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من المسلمين يصاب بمصيبة فيقول إن لله وإن إليه فاجعون اللهم جرني في مصيبة واخلف علي بي خير منها إلا فعلا به ذلك قالت فقلت هذا فآجرني الله في مصيبة فمن يخلف علي مكان أبي سلمة فلما انقضت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن طحلاء قال قلت لأبي سلمة إن ظهرك سليما لا يتوضأ مما مست النار قال فضرب صدر سليمين وقال أشهد على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن مقسمين عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير بسبع أو خمس لا يفصل بينهن بكلمين ولا تسليمين حثنا عفان حدثنا أبو الأحواص قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة أم المؤمنين قالت والذي ذهب بنفسه ما مات حتى كان أكثر صلاته وهو جالس وكان أحب الأعمال إليه العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد وإن كان يسيرا حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن صافينة مولى أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في الموت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم فجعل يتكلموا بها وما يفيدوا حثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء يعرفون وينكرون فمن عرف بريء ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله أفلا نقاتل مجارهم قال لا ما صلوا حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال باسم الله قال شعبة أكبر علمي أنه قد قالها قال وقد ذكره سفيان عنه وليس في بقيته شك اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أزل أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي حثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق أنه سمع أبا سلمة يحدث عن أم سلمة قالت ممات النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا غير الفريضة وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل حثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن مولا لأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا حدثنا وكيع حدثنا هارون النحوي وعن ثابت عن شهري بن حوشب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ أنه عمل غير صالح حثنا وكيع حدثنا هارون النحوي وعن ثابت عن شهري بن حوشب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ أنه عمل غير صالح حثنا معمر بن سليمان الرقي قال حدثنا خصيف عن عطاء عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب يربط به المسكو أو تربط قال اجعليه فضة وصفريه بشيء من زعفراء حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ليث عن عطاء عن أم سلمة قالت لابست قلادة فيها شعرات من ذهب قالت فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعرض عني فقال ما يؤمنك أن يقلدك اللهم كانها يوم القيامة شعرات من نار قالت فنزعتها حثنا سفيان حدثنا أبن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت أم سلمة يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض حنا عفان حدثنا سلام بن أبي مطيعا قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأردتني شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء حثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمر بن مرة عن يحيى بن الجزاري عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتير بثلاثة عشرة فلما كبر وضع فأوتر بسبع حثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وإلن عن أم سلمة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون حنا عفان حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن نافع مولى بن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن فاطمة استحيضت وكانت تغتسل في مركة لها فتخرج وهي علية الصفرة والكدرة فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنتظر أيام قرئها أو أيام حيطها فتدعو فيه الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستثفر بثوب وتصلي حثنا عفان حدثنا شعبة قال أخبران أبو عو قال سمعت عبد الله بن شدادي بن الهادي يحدث قال قال مروان كيف نسأل أحدا عن شيء وفينا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى أم سلمة فسألها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشلت له كتفا من قدر فأكل منها ثم خرج إلى الصلاة حثنا عفان قال حدثنا همام حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فوصفت بسم الله الرحمن الرحيم حرفا حرفا قراءة بطيئة قطع عفان قراءته حثنا عفان حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد يعني الحذاء عن عكرمة عن أم سلمة أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف فأصابها الحيد فقال قوني فاتزري ثم عودي حثنا عفان حدثنا حمد بن سلمة قال حدثنا أبو حمزة عن أبي صالح أن أم سلمة رأت نسيبا لها ينفخ إذا أراد أن يسجد فقالت لا تنفخ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغلمين لنا يقال له رباح ترب وجهك يا رباح حنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد يعني ابن المسيب عن عامري بن أبي أمية عن أخته أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا فيصوم ولا يفطر حدثنا عفان حدثنا حمد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن شهري بن حوشب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة أتني بزوجك وابنيك فجاءت بهم فألقى عليهم كساء فدكيا قال ثم وضع يده عليهم ثم قال اللهم إن هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد قالت أم سلمة فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال إنك على خير حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن المهاجر ابن القبطية عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخصفن بقومين يغزون هذا البيت ببيداء من الأرض فقال رجل من القوم يا رسول الله وإن كان فيهم الكاره قال يبعث كل رجل منهم على نيته حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي قال دخلت على أم سلمة فقالت لي أي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم قلت ما عاذى الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سب علي فقد سبني حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله يعني ابن مبارك قال أخبرنا سعيد بن يزيد وهو أبو شجاعا قال سمعت عبد الرحمن بن هرموز الأعرج يقول حدثني ناعم مولى أم سلمة أن أم سلمة سئلت أتغتسل المرأة مع الرجل فقالت نعم إذا كانت كيسة رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مركأ واحد نفيد على أيدينا حتى ننقيها ثم نفيد علينا الماء حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله يعني ابن مبارك قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي قال حدثنا أبي عن كريب أنه سمع أم سلمة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام ويقول إنه معيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم ترجمة نانسي قنقر